بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه لقد أبدع التونسيون ثورة توجوها بانتخابات حرة في 23 أكتوبر 2011 اختاروا فيها حركة النهضة بأغلبية لكتابة الدستور وقد أنجزت مع شركائها من تخبت من أجله رغم الصعوبات والعراقيل ومساعي تعطيل المسار إن قائمتنا تلتزم معكم بما يلي تدعم التشغيل والزيادة في نسبته بعد أن بلغ في ظل حكم الترويكا والنهضة ما يقارب العشرين ألفا بعد أن كان لا يتجاوز بضع مئات خلال السنوات الفارثة إصلاح شركة الفصفات بما يؤهلها القيام بدور جهوي متميز في التنمية باقتطاع جزء من مداخلها تقدر نسبته بعد دراسة ينجزها خبراء من الجهة والبلاد تأهيل المؤسسات الصحية بما يستجيب لحاجات الجهة ويغني أهلنا عن عناء التنقل للتداوي خارج الولاية وسنعمل على التسريع في إنشاء المستشفى العام المقرر وإنجازه العناية بقطاع الفلاحة بما يخفف عباء الانتاج وتكاليفه على الفلاحين ويرفع من الناتج المحلي الخام للولاية تشجيع الاستثمار الوطني وجلب المستثمرين الأجانب لبعث مشاريع ومصانع ذات طاقة تشغيلية كبيرة تمكين الأسر الفقيرة من مشاريع توفر لهم مداخل محترمة والرفع في قيمة المنح المسندة إلى العائلات المعوزة العمل على أن تتفوق قفصة في مجال التعليم والتربية العمل على إيجاد حلول للتلوث الذي أضر بصحة أهلنا وسلامة البيئة وقطاع الفلاحة إلى الجانب الثقافي الهمية اللازمة لأن الثقافة هي روح التقدم وشرطه توفير الأمن واحترام القانون وإجلال العدالة أبناء قفصة الأعزاء إنه بترسيخ مناخٍ عامٍ من السلم الاجتماعية وإشاعة قيم العمل والتعاون والتسامح بين الناس نرسم لجهاتنا صورةً نفخر بها بطنياً ودولياً خلافاً لتلك الصورة التي رسمت ظلماً في المخيال العام والتي أساءت إلى قفصة الحبيبة أبناء قفصة الأبية لقد ضحت أجيالٌ عديدة من أجل قفصة وينعقد الأمل هذا المرة على جيلكم جيل الثورة فوفاءً للمناظرين الذي أنهكهم الاستبداد سجناً وتعذيباً وإخلاصاً لشهداء الأبطال الذين قضوا قبل الثورة وخلالها وبعدها نتقدم إليكم اليوم نطلب منكم تجديد ثقتكم في قائمتنا لكي نحقق النجاح الاقتصادي بعد أن أسسنا لذلك مع حركة النهضة تحافظون على الثورة تحافظون على حرية إرادتكم وأكرمتكم وتمنعون عودة الفساد والاستبداد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم للناس أنفعكم للناس وقال تعالى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته